بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم يقول هذا الشيخ أنني أشاهد في بعض القنوات أناس يعالجون الآخرين أو المشاهد بالرقية فما رأيكم في هذا العمل؟ هذا عمل باطل الرقية تكون مباشرة على المريض بأن يقرأ عليه من القرآن والأدعية الشرعية مباشرة أو يقرأ له بماء يشرب الماء المقرؤ فيه هذا الذي وردت به الأدلة أما الرقية من بعد بواسطة وسائل الإعلام أو المواقع هذا ليس له أصل وهؤلاء يريدون الأموال فقط قد يكونون عندهم عقائد باطلة قد يكونون يأتون بأشياء غير شرعية الرقية وهذه ليست رقية من بعد لا تكون رقية نعم ترجمة نانسي قنقر